نتحدث فيه عن بعد إجلاء آخر جندي بريطاني عن مدينة عدن في 30 نوفمبر أعلان الاستقلال الوطني وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد احتلال بريطاني دام 129 ناعمة وهكذا تلفظ الشعوب مستعمريها فلابد للليل أن ينجلي ولابد للقيدي أن ينكسر ومهما اختلف المكان أو الزمان يظل الاستقلال ومحاربة المستعمر هدف كل شعب تعرض للاستعمار بأي شكل من الأشكال فما هي أشكال الاستعمار وما أشهر الثورات التي أدت إلى طرد المستعمر ونيل الاستقلال وكيف استلهمت الشعوب من تجارب بعضها الثورية مبادع الكفاح والنضال من أجل الحرية هذا جزء من نقاشنا في الفقرة التالية تزامنا مع احتفالات شعبنا اليوم بعيد الجلاء 30 من نوفمبر مع ضيفنا الأستاذ والصحفي عبد الرحمن ناصر وهو مدير مركز الشرق للأبحاث الاستراتيجية يسعد مساك نورتنا في هذا اليوم المهم كل سنة وانت طيب وعلى كل من يتابعنا الآن شكرا جزيلا وأولا أهني الشعب اليمني وأهني اليمن على عيد الاستقلال الوطني وهي أيضا معركة واحدة وان شاء الله عقبال ما تتحرر فلسطين ليكتمل خروجنا من ربقة الاستعمار في العالم العربي أتك العافة أستاذ عبد الرحمن يعني لو تحدثنا بسؤال ربما يقول ببيت شعر يقول الشعر اليمني عبدالله بردوني وهل تدرينا يا صنعاء من المستعمر السري غزاة لا أشاهدهم وسيف الغزو في صدري فمن هو المستعمر الذي يقصد به الشعر وما أشكاله الاستعمار بردوني قبل أن نقول منه المستعمر طبعا البيت الذي يقوله شعر اليمن الشهير عبدالله بردوني هو يحكي عن نوع معين من أنواع الاستعمار اللي موجود في نمط الحياة أو اللايف ستايل نحن حتى الآن نقوم بالمقاطعة للمنتجات الغربية والتي تدعم إسرائيل ولكن أيضا هناك بعض المنتجات التي لا نستطيع أن نتخلى عنها زي أجهزة الهاتف واللابتوب وما إلا ذلك لكن عودة إلى السؤال من هو المستعمر؟ الجواب البسيط المستعمر هو المستعمر الأوروبي المستعمر الغربي وهنا ممكن أحاول أعمل فلاشباك سريع كيف تأسس فكرة الاستعمار خلوني أذكر ثلاث توريخ مهمة سنة 1488 اكتشف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح الذي استطاع أن يصل أوروبا بالهند بدون المرور على دولة المماليك في مصر والشام ومن خلال هذا الاكتشاف كان أحد الأسباب الرئيسية التي انهارت بسببها دولة المماليك سنة 1492 اكتشف الإسبان الأمريكتين بكل ما يأتي بعد ذلك من استعمار في الأمريكتين الشمالية والجنوبية في عام 1492 في نفس العام اللي اكتشفوا فيه الأمريكتين كان اكتمل خروج المسلمين من الأندلس في مؤرخ أمريكي شهير مارش هالهوتسون بيحكي أنه لو جاء شخص من خارج كوكب الأرض في القرن الخامس عشر لكتشف حقيقة واحدة أن هذا العالم هو عالم مسلم لأنه إما كان أغلبه مسلمين أو كان بشكل أو بآخر يحكمه مسلمين تسع عشر العالم العالم القديم قبل الأمريكتين كان مسلمين طيب لما جاء الاستعمار مع بداية القرن الخمستاشر إذا كان الإسلام هو الذي كان يحكم تسع عشر العالم فمن أكثر جهة أو أكثر أناس سيوالوا من هذا الاستعمار هم المسلمين ده بشكل عام من هو المستعمر؟ المستعمر الأوروبي ما هي أشكال الاستعمار؟ كان هناك أشكال عديدة من الاستعمار يعني هناك مثلا طريقة الانتداب البريطاني في مصر اللي هي كانت تختلف عن الاستعمار البريطاني في الهند كان هناك طريقة الاستعمار الفرنسي في أفريقيا اللي هو طبعا كان يعني استعمار عنيف جدا يحاول أن يغير هوية المستعمر فمن هو يعني أشكال الاستعمار كانت عديدة وحتى الآن إحنا لازلنا فيه عندنا استعمار في فلسطين فيه عندنا على النمط الأديم يعني إحنا كنا نتخيل أنه الاستعمار فقط إسرائيل مجرد دولة بسيطة لا هي استعمار على نفس النمط القديم اللي كان موجود في القرن الخمستاشر والستاشر جميل جميل طيب إيش هي أشهر الثورات يعني سواء عالميا أو عربيا ولو تحكي لنا كمان إيش هي أسباب عوامل النجاح هذه الثورات والله يعني سؤال كبير لأنه إذا كان يعني أوروبا أو التير الغربي كان يسيطر على كل الكرة الأرضية تقريبا 90% من الكرة الأرضية كان يسيطر عليها الأوروبيين بداية من الهولنديين والبرتغاليين ثم بريطانيا وفرنسا ليست بريطانيا وفرنسا فقط يعني حتى في عندنا بلجيكا سيطرت على الكونجو وكان ضحايا الاستعمار البلجيكا على الكونجو عشر مليون إنسان فإحنا يعني الرينج الاستعمار واسع جدا وبالتالي الثورات التي جاءت لتحرر بلادها من هذا الاستعمار عديدة وكبيرة جدا إحنا مثلا في عندنا في البرازيل كان في قائد شهير جدا من العبيد الأفارقة اللي اقتيدوا على يد البرتغال وأسبانيا إلى أمريكا اللاتينية في البرازيل اسمه زومبا ثم ابن أخته اللي هو زومبي وهو كان قائد مسلم بالمناسبة وقاد ثورة تحرير كبير لكن أيضا في العالم العربي لأنه أنا أعتقد أنه باكورة هذه الانتفاضات أو الثورات ضد الاستعمار الغربي كانت موجودة من خلال العام العربي في عندنا طبعا الثورة الجزائرية على مدار 132 عام قدمت مليون ونصف شهيد ثورة المليون ونصف شهيد في عندنا ثورات زي ثورة الأمير عبد القادر وأيضا في هنا بعد آخر مؤرخ أمريكي اسمه وليام بول كتب كتاب في 2019 وحكى نقطة مهمة جدا أنه الدول أو الشعوب الإسلامية هي الشعوب التي لم يستطع الاستعمار الأوروبي أن يستعمرها بشكل كامل لأنه كان دائما ما يكون هناك انتفاضات وثورات دائما وهنا إحنا ممكن ناخد رينج واسع جدا من ماذا تقصد بشكل كامل يعني يعني إيش الفرق ما بين الشعوب الأخرى والشعوب الإسلامية يعني هناك بعض الشعوب مثلا أخذت اللايف ستايل بشكل كامل أو هناك لازال بعض الشعوب في أفريقيا حتى الآن يعني حتى أحكي لك في 14 دولة في أفريقيا حتى الآن رغم أنها أخذت استقلالها يعني نظريا أو على الورق لازالت تدفع ضرائب إلى فرنسا لازالت تضع محتنة بشكل أو بأفريقيا طبعا حتى الآن في 14 دولة في أفريقيا تضع نصف الاحتياطي النقدي الخاص بها في البنك المركز الفرنسي البنك المركز الفرنسي هو الذي يطبع لهذه الدول العملة النقدية بتاعتها فرجوعا للنقطة أنه كان بشكل أو بآخر كان الإسلام هو الوقود الذي يحرك هذه الثورات طبعا مرت مراحل أخرى أصبحت الحركات التحررية تعتمد النمط القومي خلينا نسمي أو اليساري أو كذا ثم عادت بشكل أو بآخر في النهاية إلى المقومة من خلال الاستناد على مبادئ الإسلام مدود بيبدأ من عند أسبانيا ومن عند شمال أفريقيا وصولا إلى شعب أتشيا في إندونيسيا وبيبدأ من عند الشيخ شامل الدغستاني في القوقاز وصولا إلى الأمير عبدالقادر في الجزائر فيما يتعلق بالنمط القومي الذي أشرت له ربما تستند له الشعوب لعمل ثورات ضد المستعمر هل فعلا نمط القومي نجح وأصبح مؤهل لتحرير العديد من الدول يعني في بعض الدول صحيح في بعض الدول إحنا كان في عندنا حرب الاستقلال التركية على سبيل المثال التي قضاها مصطفى كمال أتاتورك هي قائمة بشكل أو بآخر على القومية التركية واستطاعت أن تنجح ليس دائما استطاعت الحركات القومية أن تنجح لأنه في عندنا مثلا تجربة في العالم العربي جمال عبدالناصر وهو قائم بشكل أساسي على الوطنية المصرية ثم القومية العربية ولكن انتهت هذه التجربة مع الأسف سنة 67 بعد النكسة وأيضا بوفاة جمال عبدالناصر ولذلك عند الشعوب الإسلامية بدأت حركات التحرر إسلامية ثم عندما ما بين ظفرين فشل الإسلام أو تبني هذه المبادئ في الانتصار على المستعمر تحركت تجاه حركات قومية بشكل أو بآخر متناثرة حول العام ولكن هنا أيضا نقطة أخرى يذكرها المستشق التي ذكرته منذ قليل الأمريكي وليام بولك حكى أنه جاءت القومية إلى الدول العربية مع أقدام الجنود يعني جاءت بشكل أو بآخر بإنتاج استعماري بشكل أو بآخر ولذلك فشلت وعادت يعني إحنا حتى نرى حتى في فلسطين إحنا على مدار سبعين عام احتلت فلسطين بدأت بمقاومة إسلامية ثم انتقلت إلى مقاومة يسارية وقومية ثم عادت بعد أسلو إلى مقاومة إسلامية على إله الشيخ أحمد ياسين طيب يعني هذا اليوم مهم بالنسبة لليمنيين بالتأكيد كان فيه بالنسبة لمصر كمان يعني لأنه موضوع جدا محوري المصريين لهم دور كبير طبعا هذا هو يعني صح أنه لهم دور بس هنا نقطة قبل السؤال الأمر لا علاقة بالأمن القوم المصري أيضا يعني تدخل مصر لصالح الثورة في اليمن لأنه ببساطة إحنا في مثلا أرجع فلاشباك سنة 56 حصل العدوان الثلاثي على مصر بريطانيا فرنسا إسرائيل لماذا دخلت فرنسا في هذا العدوان الثلاثي لكي تستطيع أن تقضي على الثورة الجزائرية ليه لأن مصر كانت تدعم الجزائر فهي قضية واحدة أما بالنسبة لليمن نحن في عندنا البحر الأحمر مدخل البحر الأحمر فين؟ في عدن في اليمن فإذا أنا استطعت أن أتحرر في مصر ويكون في عندي عيد جلاء سنة 56 ما هي إلا أوقات بسيطة جدا سنة 67 لكي يتحرر اليمن أيضا ويكون في عيد الجلاء فهو أمن قومي ضروري لمصر وليست يعني البعض يعتقد أنه في المحافظة على المنجز المصري بالضبط يعني هي في النهاية كانت قضية واحدة فأنا إذا أردت أن أتحرر لا أستطيع أن أتحرر بمعزل عن المحيط القومي لي اللي هو سواء اليمن سواء الجزائر طيب نرجع للنقطة واللي هي العلامات التي تدل على النهاية المستعمر ما هي أبرز هذه العوامل اللي تخلينا نعرف أنه فعلا هذا الاستعمار سيكون قريبا على نهاية ونتمنى أنه تكون هذه العلامات قريبة للشعب الفلسطيني نتفاعل في هذه الفترة بإذن لنهاية هذا الاستعمار يعني طيب إحنا بنحكي لما بنحكي عن التاريخ إحنا بنحكي لما نحكي عن زرف 200 سنة كان العالم الإسلامي أو الجنوب العالمي خلينا نقول لأن هناك أيضا غير العالم الإسلامي كان مستعمر 200 سنة في عمر التاريخ البشري المكتوب يعني أسبوعين أو شهر تقريبا فإحنا لما نحكي عن ما هي العوامل التي تقول أنه إحنا خرجنا من الاستعمار قد تستغرق بعض الوقت لأنه ما هي النقطتين التي لا يستطيع الاستعمار أن يتعامل معهما ويكون استعمار الاستقلال والديمقراطية ولذلك كل الحركات الوطنية التي كانت اعتمدت الاستبداد أو حكم الفرد وأنا أحكي هنا حتى عن تقربة جمال عبد النصر وهي تقربة تحررية من طراز كامل ولكن كيف انتهت هذه التقربة؟ لأنه في حكم الفرد فهنا استقلال بدون ديمقراطية لا يكتمل وديمقراطية بدون استقلال أيضا لا تكتمل لأنه أنا علشان أكون مستقل لازم يكون الحاكم بتاعي انتخبه ديمقراطيا علشان يعبر عن رغبات هذا الشعب ومصير الشعب فهي الاستبداد الاستقلالية آسف الاستقلالية والديمقراطية لما تحصل الاستقلالية والديمقراطية نقول بشكل كامل نحن خرجنا من الاستعمار لأنه هنا نقطة جدا مهمة نحن نعتقد أننا خرجنا من الاستعمار وإحنا صحيح خرجنا من الاستعمار اللي هو كان يأتي بالدبابات وبالجنود لكي يقتل ويدمح صحيح تحررنا في أغلب الدول العربية والإسلامية هذا الاستعمار لكن هل تحققت الاستقلالية؟ هل تحققت الديمقراطية؟ هنا نقطة يمكن خارج السياق ولكن فكرة الديمقراطية نحن عندما نرفض المعايير المزدوجة الغربية الآن في التعامل مع فلسطين لا يجب أبدا أن نرفض فكرة الديمقراطية لأنها فكرة جدا محورية وهي أفضل نظام استطاع البشر أن يصل له لحكم أنفسهم فهي جدا محورية مهما كان في عندنا موقف من الغرب مش لازم نرفض نحن الديمقراطية ونروح لنموذج أكثر تطرفا الاستقلال والديمقراطية كده بنكون تخلصنا من الاستعمار بما معناته أن نحن لسنا مستقلين بالنتيجة هذه بشكل كامل بشكل عملي نحن لسنا مستقلين لكن إذا ما تحدثنا هنا عن ما شهدته غزة الآن وما تعرضت له من ظلم واستعمار وهنا نجد أن هناك تفاعلا غير عادي من الشعوب مع هذه القضية برأيك ما السبب؟ تفاعل الشعوب؟ تفاعل الشعوب يعني مع هذه القضية خاصة أنها قضية معروفة يعني ظلم واستعمار واضح باين أنا أعتقد كان فيه اختلاف في الأجيال يعني الآن مع التكنولوجيا التي جعلت العالم حقيقة قرية صغيرة أستطيع وأنا في أمريكا وأنا مواطن أمريكي جينيريشن زي زي ما بيحكوس أنه 18 سنة يستطيع أن يشوف الفيديو اللي بتحصل فيه مجزرة وإبادة جمعية على الهواء ويستطيع أن يتفاعل مع هذا الأمر أنا أحيل على الفيديو اللي انتشر منذ فترة مستشر الأمن القومي الأمريكي في عهد أوباما وهو بيحكي مع شاب مصري عايش في نيويورك وهو يعني اتخذ خطاب يعني عنيف جدا تجاه الإسلام ليس فقط تجاه الشاب هذا الرجل في سن الستين أو بداية السبعين تقريبا عندما تقارنه بشاب في قيل 18 سنة يؤمن حقيقة بالقيم الغربية يؤمن بالحرية يؤمن بحق الشعوب أن تختار قرارتها وبيشوف هذه الفيديوهات الرهيبة من التي تأتي من غزة أكيد بيحصل شيء في الوعي بيتغير شيء في الوعي الآن في لندن المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية 500 ألف إنسان في واشنطن العاصمة الأمريكية هناك 300 ألف إنسان يخرجون في مظاهرات لدعم القضية الفلسطينية فهناك تغير يعني في النهاية نحن نعلم أن فلسطين ستتحرر صحيح ولكن هذا التغير في أرض العدو بين ظفرين نفسه هو الذي سيكون يعني تغير كامل فيه لأنه سابقا كان الأوروبيون عندما يذهبون إلى الجزائر أو يعني مثلا كانت مشكلة كبيرة جدا داخل فرنسا مشكلة محلية الفرنسيون الذين ذهبوا إلى الجزائر هم أول من وقف ضد شارل ديجول لما كان خلاص عاوز يتفق مع الثورة الجزائرية ويعطي الجزائريين الحق في تقرير المصير لماذا؟ لأنهم جاءوا إلى بلادنا حبوا بلادنا وأرادوا أن يكونوا مستوطنين بشكل كامل طيب هذا النمط خلاص أصبح من الماضي الجيل الجديد الآن لا يريد أن يأتي إلى بلادنا ويستعمر بهذا الشكل لأنه حقيقة درس في المناهج التعليمية أن حق تقرير المصير وما إلى ذلك فإذا أنا خرجت أنا سني 18 سنة في عنفان الشباب وأرى أمريكا تدعم هذا العدوان الغاشم على غزة سيكون عندي موقف سيكون عندي قضية سيكون عندي مشكلة وهذا يخليني أطرح هذا السؤال أهمية توفيق الأحداث أو الثورات ضد المستعمرين وأيضا أهمية الاحتفال بها أين يكمن هذا الأول؟ هذا سؤالهم جدا وهنا اسمحوا لي أشرح فكرة شوية تكون فلسفية حول أبسطها بشكل سريع طيب ما حدث في البشرية اسمه ماضي ثم هناك ذاكرة انتقائية هذه الذاكرة انتقائية تأخذ من الماضي بعض الشغلات كده وتكون منها سردية شخصية فعندنا ماضي يتحول إلى تاريخ هذا التاريخ هو الذي يكون الحاضر ويذهب إلى المستقبل من لا يقرأ التاريخ سيظل طفلا إلى الأبد فبالتالي عندنا ماضي نحوله إلى تاريخ من التاريخ نحوله إلى سردية هذه السردية تتحول إلى هويتنا زي ما احنا الآن بنحكي عن عيد الاستقلال اليمني تتحول إلى هوية الذاكرة باختصار زي ما بيحكي المفكر والأديب الإيطالي بيقول الذاكرة هي الروح إذا فقدت ذاكرتك وإذا فقدت توثيقك لثورتك وانتفاضتك فقدت روحك ولم تعد موجودة إذن تلخيص جميل وفلسفي خاصة فيما يتعلق بالسردية وبالتأكيد هذا البرنامج يعزز موضوع السردية التي نملكها للتحرر من الاستعمار شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الرحمن عبد الرحمن الناصر الصحفي شكرا جزيلا لك مدير مركز الشرق للأبحاث الاستراتيجية سعدنا بهذا اللقاء شكرا جزيلا لك